السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب اجتماعاً للقتل السياسية في العراق بشأن قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الحكومة والجيش الوطني الليبي يحبط هجوماً إرهابياً للميليشيات المسلحة شرق ترهونة الثانية عشرة ظهراً العشرة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القهرة والبداية مع زميلة إنجي طهر إليك إنجي أنا بك فاطمة أنا بكم مشاهدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الأقليمية التي تواجه الطرفين وخلال تصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أشار السيسي إلى الجهود التي تبدلها مصر للتصدي لظاهرتين هجرة غير الشرعية والإرهاب مشدداً على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك التحديات من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها ووضعها على مصار التنمية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالخطط الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية مع مرعاة التطبيق وفقاً لأحدث معايير السلام والأمان العالمية جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي لمتابعة الأعمال التنفيذية لإنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة مصر الجديدة وكذلك أعمال رفع الكفاءة بطرق القهرة السويس الصحراوية قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التنفيذية لإنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة مصر الجديدة وكذلك أعمال رفع الكفاءة بطريق القهرة السويس الصحراوية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية وقد حرص السيد الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم ترجمة نانسي قنقر وفي العراق يعقد قادة الكتل النيابية اجتماعا اليوم بخصوص قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الوزراء وكان مجلس النواب قد صوت الأربعاء الماضي على 14 مادة في قانون الانتخابات من أصل 50 مادة بينما كشف أحد نواب عن تسلم الرئيس العراقي برهم صالح لطلبات 48 مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء مشيرا إلى عدم وجود اتفاق على أحد المرشحين حتى الآن قدم الرئيس العراقي برهم صالح طلبا مستعجلا إلى المحكمة الاتحادية لتعريف القتلة الأكبر في البرلمان وقرر تأجيل المشاورات الرسمية لاختيار رئيس الوزراء الجديد إلى غد الأحد بينما يعاني الشارع العراقي من أزمة اقتصادية متصعدة نتيجة غلق الطرق وانتشار الحواجز المزيد لتقرير التالي بينما تتواصل الاحتجاجات في العراق انتهت المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي لتدخل البلاد في حالة من الفراغ الحكومي وسط مخاوف من إطالة أمده ويواجه الرئيس العراقي برهم صالح اختبارا صعبا ما بين الاحتجاجات الرافضة لاختيار أي شخصية ترشحها الأحزاب السياسية لمنصب رئيس الوزراء وبين الضغوط التي يتعرض لها لقبول أحد الأسماء التي رشحتها الكتل النيابية لشغل المنصب وفي ظل حالة الجمود السياسية اتفق الرئيس العراقي مع قادة الكتل السياسية على إرجاء مشاورات تعيين رئيس الوزراء الجديد إلى الأحد مؤكدا أن الأسماء التي تم ترشحها لا تنطبق عليها الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي كما أحال قضية تحديد الكتلة الأكبر إلى المحكمة الدستورية لضمان قانونية الخطوات التي سيتخذها لاحقا ومع ضبابية المشهد السياسي يعاني العراق اقتصاديا مع استمرار غلق الشوارع الرئيسية وانتشار الحواجز في العاصمة بغداد فخلت الأسواق من زبائنها وتراجعت بشدة حركة التجارة الكود السوق قلت لك السبب الرئيسي المظاهرة السبب الثاني بعض الناس العملاء اللي ينوم مصطحة بتخريب العراق الإشاعات إلى دور بأن ينزل السوق منها لا تنتظر الفرج كعوائل ينتظروا لك ما يكن ينسر الفرج يأمن نفسها اليوم باشر اليوم باشر ما بين طموحات الشارع العراقي وضغوط الكتل السياسية ينتظر الشارع العراقي انفراجة سريعة لتحقيق مطالبه ووضع نهاية لحكومات المحاصصة الحزبية أعلنت قيادة شرطة محافظة ذيقار في العراق تشكيل لجنة تحقيق بشأن حادثة اغتيال أحد الناشطين وكان المحتاجون في المحافظة قد أضرموا النار في عدد من المقرات الحزبية والأمنية احتجاجا على تعرض نشطاء لعملية اغتيال ومن بين المقرات التي تعرضت للحريق مقراني تابعاني لمنظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومقر فوق المهمات الخاصة في مدينة الناصرية كما قطع المتظاهرون الجسر الرئيسية والطريق الرابط بين محافظتي ميسان وذيقار بالإطارات أعلن للجيش الوطني الليبي أن قواته تمكنت من إحباط هجوم قامت به الميليشيات المسلحة على شرق ترهاونة وأوضح بيان للجيش الليبي أن وحدات اللواء التاسع لحقت المسلحين برا وجوا وتمكنت من قتل عدد كبير منهم وجدد الجيش الليبي انتزامه بمهلة الاثنتين وسبعين ساعة التي أتحها للميليشيات أو الميليشيات مصرطة للانسحاب من ترابلس وسيرت رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ووصفت الجامعة القرار بأنه خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي لمساءلة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين وتقديم مرتكبها للعدالة الدولية نفت السفارة السعودية في اسلام بادما أثيرة حول ممارسة المملكة ضغوطا على فاكستان لمنعها من المشاركة بالاجتماع الذي عقد في ماليزيا وشددت السفارة في بين الله على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية بين السعودية وفاكستان وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما اشتركوا في القناة وإلى لبنان حيث يوصل رئيس الحكومة المكلف حسان الدياب مشاوراته النيابية غير الملزمة مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة جديدة من جهته دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في تصريحات عقب لقائه دياب لبنانيين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية معربا عن أمله في أن تصفر المشاورات النيابية عن نتائج إيجابية عاد الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد احتجاجات عنيفة ضد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة كانت قوات الأمن اللبنانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قاموا من جهتهم برسط قوات الأمن بالحجارة والمفقعات وذلك في منطقة كونيش المزرعة بالعاصمة بيروت حضرت وكالة التصنيف الاعتماني ستاندردان بورز من أن لبنان قد يواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية وقالت الوكالة أن مخاطر طول أمد الفراغ السياسي في لبنان تزيد الغموضة بشأن السياسات مضيفة أن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون مع مساعد وزير الخارجي الأمريكي ديفيد هيل الأوضاع في لبنان والمنطقة ودع هيل في تصرحات أعقب اللقاء القادة السياسيين في لبنان للقيام بإصلاحات اقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها مضيفا أن الوقت قد حان لترك المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل المصلحة الوطنية حث السياسيين اللبنانيين للقيام بإصلاحات مستدامة من شأنها أن تؤدي إلى دعم الزهار والرخاء في لبنان وبنسبة لي لابد من وضع جانبا المصالح السياسية وبناء حكومة من الاقتصاصيين قادرة على قيام بهذه الإصلاحة في الولايات المتحدة نحن لسنا في مكان يمكننا من تحديد الوزير أو رئيس الوزراء أو من الذي سيتحكم بتلك أو تلك الوزارة موسيقى ننتقل إلى سوريا حيث أفادت مصادر ميدانية سوريا بدخول عدة أرتال عسكرية تابعة لقوات الاحتلال التركي إلى مدينة إدلب السورية وأوضحت المصادر أن كل رتل يتألف من عشرة آليات ومدرعات على الأقل مشيرة إلى أنها لم تعرف بعد أسباب استقدام تلك الأرتال الكبيرة إلى المنطقة طهرت وحدات من الجيش السوري ثلاثة قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي من التنظيمات الإرهابية وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن القرى المحررة هي قرى أم التينة والمديرسة وبرنان مشيرة إلى أن قوات الجيش تواصلوا عملياتها ضد تنظيمات الإرهابية أعلنت وزارة النفط السورية تعرض ثلاث منشآت نفطية وغازية بالبلاد لهجمات إرهابية من بينها مصفات حمص وقال وزير النفط السوري علي غانم أن الهجمات أدت لخروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل مؤكدا أن القطاع النفطية في بلاده يتعرض لهجوم ممنهج ومتزامن ترجمة نانسي قنقر ميليشيات إرهابية في سوريا مكوانة من القاعدة وداعش مستنكرا دفع رواتب الميليشيات من قبلي أردوغان أفرق المدعيل عن تركيا عن مسلحين داعشيين دون حتى استقوابهم وذلك بعد ضبطهم في اسطنبول داخل سيارة مسروقة بلوحات مزيفة وبحوزتهم جهاز تشويش صغير عالي التقنية ويتساهل القضاء التركي مع التحقيقات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وملاحقتها حيث تواجه حكومة أردوغان انتقادات لموقفها المتسامح تجاه داعش اتقلت السلطات التركية 12 مواطنا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة بزعمة المعارض فتح الله جولن وتمت عملية الاعتقال في مناطق متفرقة بعدة محافظات من بينها أنقارة واسطنبول وإزمير وتشهد تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة في يوليو 2016 سجلا ضخما من انتهاكات حقوق الإنسان شملت اعتقالات وحالات تعذيب أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت دخول العقوبات ضد خط أنابيب الطيار الشمالي 2 وطيارة تركية حيز التنفيذ وهما مشروعان روسيان لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق وتركيا وطالبت الخزانة الأمريكية شركات البناء بالتوقف عن مد الخطوط على الفور من جانبها عربت الحكومة الألمانية عن أسفها إزاء العقوبات الأمريكية ضد خط الغاز التيار الشمالي 2 المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف طارق البرديسي الباحث في العلاقات الدولية أستاذ طارق أهلا بك على أكسترا نيوز يعني برأيك يعني كيف سيعني ما الذي سيطدر عن تلك العقوبات في البداية حقيقة الحضرتك والأستاذ المشاهدين في كل مكان يعني واضح إزارة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تريد أن تفعل هذه السياسة سياسة العقوبات ضد أي مشروع يخالف مصالح هذه الإدارة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية من المعروف أنها كانت شديدة بالإزدعاد من الخط قط الغاز الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا ومن خط الغاز الذي يمتد من روسيا عبر الأراضي التركية إلى باقي الأراضي أو البلاد الأوروبية يعني هذه المشاريع تزعج جدا الإدارة الأمريكية وتقول يعني ما الحكمة من تحالف ما بين شرطي الأطلسي لا بد من يعني استفادة الأمريكيين من هذه المشروعات وبدل من أوروبا يعني تستورد الغاز الروسي ولا بد من استفادة الولايات المتحدة الأمريكية وبذلك كانت هذه العقوبات وهذه السياسات الأمريكية وأخيرا كما رأينا يعني هذا العقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لتأكيد على هذه السياسات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترام طيب أستاذ طارق يعني نتحدث في السياق ذاته عن خط تناب أيضا الذي يربط بين حقل شاهدينيز في أذربيجان مرورا بتركيا إلى أوروبا وربما هنا يعني لهذا ربما سجلت ألمانيا امتعاضها تجاه هذه العقوبات برأيك هل يغير ذلك من شيء؟ يعني الكل يبحث عن مصالحها بالفعل يعني ألمانيا عبرت في أكثر مناسبة عن امتعاضها عندما أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عزمها إلى اتخاذ مثلها كذا عقوبات ولكن يعني في نهاية الأمر يعني السياسة الأمريكية معروفة بالمزيد من إصدار مثلها كذا عقوبات ولكن في المطاب سواء كان يعني هذا الأمر بيضر تركيا أو الدول الاتحاد الأوروبي أو روسيا هو في سبيله إلى يعني النفاذ خاصة بعد يعني قرارات مماثلة من قبل دونالد ترامب هو الموافقة على ميزانية وزارة الدفاع التي يعني خصصت مدالب لأمور عدة من بينها يعني مساعدة أوكرانيا في مشكلتها مع روسيا الاتحادية يعني في أكثر من موضوع وأكثر من فقرة من خلال يعني هذا القرار قرار وزارة الدفاع الذي بدأ بالفعل في يعني في تنفيذه وتطبيقه حتى الأمر يعني طال إلى يعني الشركات التي ساهمت في يعني التاجير أو بيع السفن أو التي يعني ساعدت بشكل أو في آخر في بناء أو مد الأنابيب على أعماق معينة تحت سطح البحث إذن الأمر يعني متضمن بتفصيلات دقيقة والأمر يعني يسير في التنفيذ بكل تلك التفصيلات يعني شديدة الدقة ولا ردعت على الإطلاق في اتخاذ هذا القرار الأمريكي واضحاً يعني سياسة كرنفوية إنجازة لنا التعبير هي يعني تولي اهتماماً شديداً بالغ الأهمية بهذه المشروعات الاقتصادية وتريد أن يعني تقع إمار أجل المشروعات وتلك المشاريع الاقتصادية بشكل عام في أجل الإدارة الأمريكية بعيداً عن أي طرف آخر سواء كان هذا الطرف يعني متحالف لها كما شاهدنا في الأحاد الأوروبي أو عدو لها أو خصم لها سواء كان في روسيا الاتحادية أو في موقف وسط متذبذب كدولة تركيا إذن يعني لا يمكن التنبؤ بعد بمدى فعالية هذه العقوبات أو مدى تأثيرها يعني أشكرك شكراً جزيلاً الأستاذ طارق البرديسي الباحث السياسي على هذه المداخلة حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من اتقاد سجلها في حقوق الإنسان وأشارت بيونج يونج إلى أن ما أسمته بالإساءة اللفظية من جانب واشنطن لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب الموازنة الجديدة التي تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 738 مليار دولار وقال ترامب في قاعدة أنجوز العسكرية إن الموازنة الجديدة ستعطي تعزيزاً للقوات وخاصة القوى الفضائية في الولايات المتحدة كما تتضمن أيضاً تمويل الجدار الجنوبي وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على حزمة إنفاق تبلغ تريليون واربعمائة مليار دولار لمنع إغلاق الحكومة بداية من اليوم وفق الرئيس الأمريكي دون ترامب على دعوة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوتسي لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد في الربع الأول من فبراير المقبل أو في الرابع من فبراير المقبل وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب بنفس الغرفة التشرعية التي أحلته الأربع الماضي إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس كشفت وسائل أعلى من صينية أن رئيس تشي جينبينغ أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب رفضه للتدخلات الأمريكية في الشؤون الصينية وبحسب التقارير الصينية فإن رئيس تشي جينبينغ أكد لترامب قلقه البالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية بشأن تايوان وهونغ كونغ وتشينجانغ والتيبت كما أنه أعرب عن أمله في بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع البيت الأبيض قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك أن شركة تأجاز بروم الروسية ونفتجاز الأوكرانية ستوقعان اتفاقا جديدا مدته خمس سنوات لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا وتوقع كوزاك أن يتم التوقيع قبل نهاية 2019 ليحل محال الاتفاق الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري قال الرئيس الفرنسي إيمانوان ماكرون أنه يرهب في إعطاء دفعة قوية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بأفريقيا وأضاف ماكرون مخاطبا الجنود الفرنسيين في قاعدة عسكرية بساحل العاج أن كسب المعركة ضد الإرهاب أمر ضروري لضمان استقرار منطقة الساحل ومن ثم ضمان الأمن في أوروبا مشيرا إلى أن الهدف من قمة فرنسا ودول الساحل المقررة في يناير المقبل وضعت استراتيجية جماعية للقضاء على الإرهاب قادت محكمة بريطانية بقانونية ارتكاب عملاء المخابرات أعمالا إجرامية خطيرة تشمل العنف ودفعت الحكومة البريطانية عن القرار مؤكدة أن منع الهجمات الإرهابية سيكون أمرا مستحيل على أجهزة الاستخبارات في حال عدم السماح للعملاء البريطانيين بالانخراط في أعمال إجرامية إذا لزم الأمر وانتقدت منظمات حقوقية القرار مؤكدة أنه يخالف القانون البريطاني والمثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وفق مجلس العموم البريطاني على تفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن البريكسيت وصوت المشرعون بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا على القراءة الثانية للاتفاق وذلك يعد الخطوة الأولى نحو وفاء جونسون بتعهده الانتخابي بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الـ 31 من يناير المزيد نتابعه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقطع أول خطوة للوفاء بتعهده الانتخابي بعدما وافق مجلس العموم على مشروع قانون بريكسيت تقدم به جونسون ما يسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من يناير المقبل القانون حظى بتأييد 358 عضوا واعتراض 234 وبعد الحصول على موافقة الملكة إليزابيث الثانية لن يبقى سوى إقرار الاتفاق في البرلمان الأوروبي لتتمكن لندن من مغادرة الاتحاد الأوروبي وقال جونسون في مجلس العموم إن هذا النص يمثل مفترقا في تاريخ بريطانيا داعيا إلى عدم النظر إليه بمثابة انتصار حزب على آخر تمرير مشروع القانون جاء نتيجة الفوز الذي حققه المحافظون في الانتخابات الأخيرة بأغلبية بلغت 80 مقعدا في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعد كما تبدأ في الـ 31 من يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد التفاؤل حيال الخروج البريطاني وضع أسهم أوروبا قرب ذروة قياسية ودفعت التطورات الإيجابية بهذا الملف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب أفضل مستوى لهم منذ 2011 ووصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تصويت البرلمان البريطاني بخطوة مهمة لرحيل بريطانيا من التكتل وقال ميشيل إن مستوى تساوي الفرص لا يزال ضرورة لأي شراكة في المستقبل دعا رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي لاجتماعا مع مجلس وزرائه اليوم لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي قانون الجنسية الذي يقول معارضه أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويقود الدستور العلمني للبلاد للمزيد من المتابع ينضم إلينا الدكتور السيد مكاوي الخبير في الشؤون الأسيوية بعد التحية دكتور سيد صباح نور برأيك ما هي النقاط الواردة في قانون الجنسية والتي أثارت تلك الموجة العنيفة من الاحتجاجات هي نقطة خلافية وحدة هي نقطة التمييز على أساس الدين ودي طبعا مشكلة كبيرة بالنسبة للهند نحن دائما بنقول أن الهند معجزة لأن الهند فيها كل الأديان الموجودة في العالم بتعيش في الهند بلد متعددة اللغات 1400 لغة ولهجة القانون قانون علماني لا يميز بين أي مواطن هندي على أساس الدين الهند ليس لها ديانة رسمية وتنص على ديانة رسمية فإحنا متكلم عن مليار ومئتين مليون عايشين على أساس مبدأ المساواة وعلى أساس مبدأ عدم التمييز على أساس الدين أو على أساس العرق لكن دكتور سيد المحتجين يرون أن هذا القانون يقود من القانون العلماني في الهند كيف ترى ذلك؟ الحقيقة أنه لا يقود فقط القانون العلماني للأسف هو يقود الأساس الدستوري والأساس السياسي الذي قامت عليه جمهورية الهند الحديث نعم وبيهدد وحدة الهند الحقيقة لأنه بيميز بين شريحة مهمة جدا من سكان الهند اللهم ممتين مليون مسلم موجودين في كل أرجاء الهند لو احنا رجعنا شوية للتاريخ هنلاقي أن الهند نشأت 1947 بعد تقسيم شبه القرى الهندية لدولتين دولة الباكستان ودولة الهند والصراع كان بين فكرتين فكرة أن الهند فيها أمة واحدة وده اللي دفع عنه نهرو وغندي واللي قامت على أساسه بمريد الهند وفكرة أن الهند فكرة أمتين أمة مسلمة وأمة غير مسلمة وعلى هذا الأساس نشأت باكستان النهاردة هذا القرار وهذا القانون بيضرب الأساس اللي قامت عليه جمهورية الهند الحديثة وهو ان كل اللي بيعيشوا في الهند الحالية او جمهورية الهند هم امة واحدة هي الامة الهندية وان اختلفت في الدين وان اختلفت في العرق لكن بينتموا الارض واحدة ودولة واحدة هي دولة الهند لكن الدكتور سيد كيف ستتعامل حكومة الهندية مع موجة الاحتجاجات المتصاعدة والرفضة لهذا القانون طبعا احنا عارفين ان الحكومة التي تحكم الهند الان هي حكومة يمينية بتنتمي لحزب البي جي بي والحزب بحكم الايدولوجية طبعا متشدد دينيا ومتشدد اكثر ضد المسلمين وتحديد الرئيس الوزراء الحالي طبعا يعني له تاريخ مع المسلمين في الهند وخصوصا في ججرات في الفين واثنين ليس تاريخا ايجابي وكان من المفترض طبعا انه هو يعني يحاول انه هو يمحو هذه الصورة السلبية الموجودة في تاريخه الشخصي لكن هذا القانون يدعو الى القلق على الهند نفسه يعني داخل الهند ولكل من يحب الهند في العالم هو قلق على مستقبل الهند نتمنى طبعا ان يترجع رئيس الوزراء عن هذا القانون لانه ان لم يترجع عن هذا القانون فده معناه ان الهند ستذهب الى حالة اضطراب اكبر وحالة تصادم في كل ارجاء الهند من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب اهم المخاوف التي يعاني منها المسلمون بعد هذا القانون من وجهة نظرك بالاساس المسلمين في الهند طبعا بيتمتعون بكل الحقوق القانونية والدستورية مثلهم مثل باقي سكان الهند يمكن ما فيش اساس قانوني ولا اساس دستوري للتمييز بين المسلمين وغير المسلمين يمكن حال المسلمين في الهند افضل من حال المسلمين في بعض دول الجوار في جنوب اسيا هذه المسألة لا تشكل قلق ما يشكل قلق ان الديمقراطية اتت بحزب يميني الى السلطة اللي هو حزب البي جي بي اللي بينتمين له رئيس الوزراء الحالي ما نقشاه هو اننا نقش على الديمقراطية الهندية من الاحزاب اليمينية اذا الاحزاب اليمينية التزمت بقسس اللعبة الديمقراطية فما فيش هناك ما يدعو للقلق نعم اشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد مكاوي الخبير في شؤون الاسيوية شكرا جزيلا لك والى استراليا حيث يكفح رجال الاطفاء العشرات من الحرائق في الغابات الواسعة التي خرجت عن نطاق السيطرة في اربع ولايات في استراليا واغلقت السلطات عشرات الطرق ونشرت عشرة الاف من عناصر الشرطة وخدمات الطوارئ ورجال الاسعاف والاطفاء استرتفاعات قياسية في درجات الحرارة وقفاف حاد مستمر منذ اشهر اكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تحسن اداء الجنيه المصري ليصبح اقوى العملات اداءا امام الدولار في الاسواق النشئة والتي تم تحديدها وفقا لمؤشر مورجن ستانلي واشر المركز الى ان الجنيه تحسن بنسبة عشرة وثلاثة من عشرة في المئة امام الدولار تلاهو الروبل الروسي بنسبة عشرة بالمئة ثم البات التايلاندي والبيزو المكسيكي وابرز المركز اشارة وكالة بلومبرغ الى استمرار احتفاظ الجنيه المصري بمكانته كثاني افضل العملات اداءا امام الدولار على مستوى العالم عام 2019 وهو الاداء الافضل للجنيه منذ اكثر من عشرين عاما للمزيد ينضم الينا هاتفيا الدكتور عوض الترساوي نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل دكتور اهلا بك الى هذه النشرة يعني برأيك يعني ما العوامل التي مكنت الجنيه المصري للصمود او ربما للحفاظ على مكانه امام الدولار في الفترة الطويلة السابقة اولا مساء الخير حضراتكم وعلى استاذ المشاهدين بالفعل الجنيه المصري يشهد تحسنا كبيرا امام الدولار يعني يكفي ان نذكر بان الجنيه المصري قد تحسن بنسبة ارتفاع حتى الان منذ قرارات نوفمبر الشهيرة في 2016 بنسبة 18.63% معدل ارتفاع وهذا العام هو الافضل اداءا للجنيه المصري هناك ثمانية عوامل معروفة لجميع الاقتصاديين في مقياس معرفة او اجباب تحسن العملة بمقابل لعملة الاخرى طبعا على رأس هذه الاسباب او المعايير هو تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير ارتفاع معدل النمو لتصبح الدولة المصرية ثالث اكبر دولة من حيث معدل النمو بعد الصين وبعد الهند مباشرة ومعدل النمو خمسة وستة من عشرة معدل مقبول وكبير نتهج نتيجة المشروعات القومية والحالة الكبيرة التي تشهدت دولة مصرية من المشروعات والتوسع في كل انتجاهات ايضا مما ساعد على تحسن الجنيه ارتفاع وزيادة التضفقات الاجنبية من العلمات الاجنبية داخل الدولة المصرية سواء كانت هذه التضفقات تحسن في ارتفاع اراضاء قناة سويس بزيادة حوالي ستمائة مليون دولار تحسن في السياحة بمعدل ارتفاع وقال 46% لتتجاوز 15 مليار بنهاية هذا العام تحسن ايضا وتضفق رقم قياسي جديد من تحولات المصريين العاملين بالخارج التي ستصل الى قرابة حوالي 29-29 مليار دولار في هذا العام كل هذه العوامل مع السيطرة على الحد من فطورة الاستراض بالتنفيق الذي قام به وزارة المالية مع البنك المركزي مع وزارة التجارة والصناعة في الحد من استراض السلع ما يورم بالسلع الاستبزازية او الرطاهية ذات الرطاهية العالية بالفعل تم السيطرة عليها فحققت الدولة المصرية تخفضا كبيرا في فطورة الاستراض ثم في الاصلاحات المالية طبعا اول مرة في الدولة المصرية منذ حوالي 12 عاما تحقق صائدا اوليا بمعدل 2% كل مؤشرات الاقتصادية بتتحسن بشكل كبير داخل الدولة المصرية كل ذلك يدفع الجنيه الى مزيد من الاستقدم ومزيد من الارتفاع امام الدولار ومن المتوقع ايضا ان يستمر هذا الارتفاع في عام 2020 حتى منتصف العام 30 يونيو ربما نشهد الدولار عند رقص 15 ونص 15 25 قرش وده ارتفاع كبير ايضا القرارات التي على مستوى العالم وفقا لعولمة الاقتصاد التطالح وتوافق الامريكي الصيني في الحد من الحرب التجارية في اليوم التالي او يوم الاثنين مباشرة تم ضخ حوالي 490 مليون دولار داخل السوق المصرية في سوق السندات والاسكم وفي الاستثمار غير مباشر البرطة طيب دكتور هذا ينقلني الى الحديث معك بما انا كنائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل عن كيفية تأثير هذه العوامل كلها واداء الجنيه المصري على البيئة الاستثمارية وقرارات المستثمرين الاجانب في العام القادم طبعا بيئة الاستثمار وتحسنها يعني المستثمرين على مستوى العالم منظروا الى التقارير الدولية بعيد من الاعتباط لان هذه التقارير تبنى على معايير اقتصادية وارقام مدققة ومصححة بشكل كبير وبالتالي هي بعين الاعتباط طوق السعين المستثمرين هذه المؤشرات التي تصب في صالح الاستثمار المصري سواء ارتفاع التصنيف الاعتماني والقدرة الاعتمانية للدولة المصرية على وفاق بالتزاماتها المالية الدولية القرارات الخاصة بحرية تنقل رؤوس الاموال والدخول والخروج الى السوق المصري التصنيفات المتعلقة بالتصنيف الاعتماني الدولة المصرية ببلاس ايجابي أي ان الاقتصاد مستقر وآمن للاستثمار فيه سواء في مؤشر كل هذه الامور وكل هذه المعايير الدولية بتجذب وتزعل بيئة الاعمال في الدولة المصرية اكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة ايضا تحسين بيئة التنظيم اللاهي للدولة المصرية والحد من الفيروقراطية الادارية بشكل كبير في بعض القطاعات صدور قانون الحوافظ الاستثمار او قانون الاستثمار موحد الجديد سبعتاشر الفين وثم اثنين وتبعين سبع الفين وثمانتاشر هذه العوامل التشريعية والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة وتوفير ملاخل استثمار جيد وبيئة اعمال جيدة جاذبة بالفعل الاستثمارات ممن يرشح تزايد تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الى داخل السوق المصري في 2020 وخاصة مع انتهاء او المقربة من انتهاء من انشاء المناطق الصناعية الكبرى زي المنطقة الصناعية الروسية والصينية وغيرها والمنطقة الصناعية ايضا في جنوب شرق بورسعيد هذه العوامل كلها سوف تجذب المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري وخاصة في مجال النقل والاستثمار النقل البحري وفي الصناعات المتوسطة والوسيطة والبيت القرمويات وايضا لا ننسى الاستثمارات التي سوف تضق في عام 2020 في قطاع البترول وقطاع الطاقة والغاز كل هذه أمور مصرية جيدة لصالح الصدر المصري نتمنى ان شاء الله انها تزداد وترتفع بشكل اكبر ليشعر كل المصريين بهذا التقدم الذي تشهد الدولة المصرية طيب دكتور فيما يتعلق بتوقعاتك يعني الخاصة بالمعاوقات التمويلية للمشاريع المتوسطة الصغيرة وما إلى ذلك برأيك يعني كيف سيؤثر هذا الأداء على ربما تذليل تلك المعاوقات التمويلية بعض الشيء في العام المقبل أولا لابد أن ندرك تماما بأن الدولة المصرية تأخذ دور المبادرة في ما يعرف بالقانون أو قانون الفارس النبيل الذي هو من شاءه القانون الأمريكي للتدخل لإقالة عصرات المصانع والشركات المتعسرة ماليا بإقصائها وإعفائها من كافة الكوائد البنكية المترطبة عليه والتي أدت إلى توقف هذه المصانع إعفائها بشكل كلي ثم إعادة مرة أخرى ضخ وتمويل داخل هذه الشركات لإعادة هيكلتها وإعادة تنظيمها وضخها وابعثها إلى الحياة مرة أخرى لتستمر في السوق المصري وفي عجل في الانتاج والتنمية في الدولة المصرية ده منهك حميد من جانب الدولة ومن جانب الحكومة بشكل قاطع وكنا ننادي به بأننا لابد أن نتبنى فكرة النبيل ساعد على ذلك قانون الإفلاس الذي أقال العصرات واجه على إعادة هيكلة وأنشأ لجنة خاصة تعيد هيكلة الشركة وتنظيمها لتستمر في الحياة بدلا من يتم تصفياتها وأغلاقها بشكل كبير المسألة المهمة جدا أيضا في قطاع الاقتصادي هي مبادرة البنك المركزي في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة والتي ستشهد في 2020 تقدما كبيرا وتسهيلات بالإجراءات وتسهيلات وتفسيط الإجراءات بشكل كبير حتى يستطيع أن ينشي الشباب شركات صغيرة ومتوسطة تؤدي في النهاية إلى زيادة معدل النمو والتنمية داخل الدولة المصرية والخفض بالفعل من البطالة أيضا ما نلمسه من مشاركة الدولة للقطاع الخاص القانون الجديد قانون مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام أو لشركات الكحومية داخل الدولة المصرية في عدلة التنمية والوقوف على قدم المساومة على القطاع الخاص تشجيعا من الدولة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار بشكل كفاعل ومؤثر في الاستثمار الدولة سيكون لها بتأكيد مشاركة أهمة أشكرك شكرا جزيلا دكتور عوض الترساوي نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل على هذه المداخلة شهد عشرات السياح ظاهرة تعامد الشمس على قطس الأقباس بمعبد قصر قارون في الفيوم والذي يمثل حدثا فلاكيا فريدا يتكرر في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام وتستغر الفيوم هذا الحدث في إطار جهودها لتنشيط حركة السياحة ترجمة نانسي قنقر استقبل مطار شرم الشيخ أولى الرحلات التشارتر الجوية المباشرة من فرنسا وذلك بعد توقف دام للسنوات وكان على متن الرحلة 137 سائحا قادما من مطار شالدغول الفرنسي كان المطار قد استقبل يوم الخميس الماضي أولى الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا أيضا وعلى متنها 110 ركاب بعد قرار الحكومة البريطانية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى المدينة أسهم منتدى شباب العالم بشكل كبير في تغيير وعي الشباب المصري للأفضل وساعد على إدراكهم أهمية دورهم في البناء والتنمية وظهر هذا جليا في النسخة الثالثة من المتدى التي تبلورت فيها أفكارهم حيث التقت أفكار مختلفة من كل أنحاء العالم فأثبت الشباب المصري قدرته على العطاء والبناء والإبداع وتحمل المسئولية المزيد عن رأي الشارع المصري في المنتدى في سياق التقرير التالي أكثر من سبعة آلاف مشارك تزينت بهم مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من الرابع عشر وحتى السابع عشر من ديسمبر الجاري في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم أعتقد المؤتمر كان فرصة كويسة جدا للحديث حوالين قضايا المحورية في العالم زي قضايا الإرهاب وتدخلات الدولية في حوض البحر المتوسط زي التدخل التركي في المسألة الليبية عجبني أن رئيس السيسي مهتم جدا بالشباب وبيحاول يناميهم ويكون جنبهم ومهتم بيهم جمع كل الشباب من كل العالم وعملهم ورش عمل وعملهم أفكار جميلة بحيث أنه يخلق الإبداع بينهم والأفكار الجديدة عشان نزود أفكارنا وكمان حرب التنمر لأن التنمر دلوقتي زاد قوي أن إحنا بنشوف أن أنت لما بتتنمر على حد أنت كده يعني باين وظاهر وسط الناس مع أنه ده غلط جدا أنت ممكن تمضح في حد أو تطلعه حد كويس الناس هتشوفك أحسن يعني يا ريت نحول التنمر ده لحاجة إيجابية حضارة مستمرة هي شباب يقدر يبني بلده وأن مصر أصلا أيمع على الشباب وأن فيه كرادات سياسية جديدة طلعة من الشباب وأن هي أصلا مصر يعني من الآخر مصر هي بلد الشباب ورئيس السيسي بيدعم الشباب مليون في المية وبيخد من وقته كتير جدا علشان يحل المشاكل اللي الشباب بيقترحها عليه منتدى شباب العالم كان له أثرا بالغا في فهم قطاع كبير من شباب مصر للملفات الاستراتيجية التي تتعامل معها الدولة المتدى شباب العالم بيعد ملصة هامة جدا لإثبات أن مصر أدرا على تحدي الصعاب اللي بتواجهها حاليا المتدى شباب العالم رغم أنه تناول العديد من الموضوعات زي التحول الرقم الجديد والتنمية المجتمع المحلي وبعض التغييرات الوزرية ومحاسبة الوزراء اللي هم عملوه واستعراض اللي هم عملوه لفتر فتل النهود بمصر لأنه كمان استضاف أكتر من 7000 سفير بمصر عن طريق 196 دولة تقريبا الموضوع ده يزبط لك أن مصر قادرة أنها تستضيف حدث بالأهمية دي وبالحجم ده في مدينة واحدة اللي هي مدينة السلام فاحنا قادرين نعمل أي حاجة تانية المتدى شباب العالم دي فكرة كويسة جدا من خلالها بنقدر نتبادل الأفكار والقراء والتوصيات اللي بتتم في الدول التانية نقدر نطبقها هنا في مصر غير كده هو بيبين قد إيه مصر أمنة وتقدر تستضيف مثلا أكتر من 7000 شاب من مختلف دول العالم ده طبعا بنشط السياحة جوه مصر نستفيد منه في تبادل الثقافات احنا بنرويج له هنا في مصر على كذا محور محور سياحي محور سياسي محور اقتصادي بمنتدى شباب العالم يمثل حول العالم ده فرصة كويسة أن ننظم كثير من المؤتمرات سواء رياضية سواء ثقافية سواء بطولات قرارية رياضية أو لو حتى وصلنا لبطولات عالمية كاس عالم الأندية الحاجات اللي كلها ومصر جديرة أنها تنظم أكثر من حدث على مشتوى العالم التوصيات دايما اللي بيخرج منها منتدى الشباب بيكون لها علاقة بالشباب وفكرهم وإزاي أن الشباب هم قادرين أن هم يرتقوا بمستقبل وطنهم في أي دولة سواء مصر أو أي دولة مختلفة شركة في المنتدى ودي حاجة طبعا بيحب أشكر السيد الرئيس عليها منصة للحوار وتبادل الأفكار واكتساب الخبرات لم تكن متاحة لشباب مصر من قبل بنشكر السيد الرئيس على أنه أتاح الفرصة للشباب أول مرة يجي رئيس في مصر يسمع للشباب ودي فرصة أن الشباب من الأمة يتكلموا ومتدى الشباب العالم كان خطوة كويسة جدا أنه يجمع شباب كتير من مختلف استقافات والحضارات ويعرفهم مع بعض ويخلي مفتاح استقافي وحضاري ويعرف الشعوب بأهمية بلدنا والتراث بتاعنا لأنه في فترة كبيرة كان حصل ركوت في مصر لم يكنش فيها حد أعرف أهمية البلد والتراث الموجود فيها والله أنا رأيي في ممتدى الشباب العالم أنه بقدم تجارب مختلفة كتير ومتنوعة وده لما بيتم على أرض مصر بيفيد جميع النواحي سواء النقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فده بيزيد من خبرات الشباب ويزيد من خبرات المجتمع نفسه في البلد نفسه الممتدى أصبح منصة لتبادل الأفكار وده يجعل من مصر أنها تسترد دورها الريادي في أنها تحتضن شعوب العالم كلها بل أصبح كل شباب العالم ومنتدى الشباب العالم أصبح بالنسبة لهم الحدث العالمي الذي يجمع ما بين طرح جميع الأفكار ويناقش جميع المشاكل توصيات المنتدى عبرت بشكل عملي عن الشباب وتطلعاتهم بما يليق بهم ويليق بمصر يعقد برنامج فرصة أحد برامج التمكين الاقتصادي أولى لقاءاته التعريفية بمحافظة السعيد انطلاقا من الفيهم ويوفر البرنامج فرص عمل ومشروعات تنموية مستدامة للأهالي في المحافظات يصل عددها لخمسين ألفا خلال المرحلة الأولى ترجمة نانسي قنقر كان لقاء جميل اللقاء التعريفي ببرنامج فرصة الحقيقة أنا زي ما قلت في الكلمة قدام حضراتكم أن أنا بعتبر أنها فرصة وهي فرصة فعلاً لمحافظة الفيهم أن نحن نقدر نغير من المفاهيم والسلوكيات اللي عند كتير من الناس من الاتكالية بأن هو اعتمد على أنه بياخد معاش أو بياخد مساعدة سواء من الجامعات الأهلية أو من برنامج تكافل أو قرامة يمكن إحنا قعدنا أكتر من جلسة مع وكيل وزار التضامن في محافظة الفيهم قبل اللقاء التعريفي اللي تم النهاردة وحطينا بعض الأطر للتعاون خلال الفترة اللي جاية مع البرنامج كان أهمها أن إحنا موحدين الجهد في دور الجهاز اللي بيختص به توفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر لدى الكثير من الأسر مع ما يطمح إليه هذا البرنامج من الأهداف اللي احنا اتعرفنا عليها أنه بيسعى جاهداً أن يوفر فرص عمل من خلال توفير التدريب بالتنصيق مع كتير من شركاء التنمية برنامج فرصة يعتبر من البرامج المهمة لمحافظة الفيهم لأنه عندنا عدد كبير جداً من المستفيدين من برنامج تكافل وقرامة داخل المحافظة وهم في سن العمل البرنامج لما يتطبق هنا هيوفر فرص تمكين كتيراً للأسر داخل المحافظة الفيهم اللي هما في حاجة لتمكنهم اقتصادية النهاردة كنا حضرين الاطلاق برنامج فرصة للتشجيل وساعدنا الحياة بالحج الموجود البرنامج التطورات فيه التطورات فنية حصلت فيه اللي تم عرضها النهاردة ان شاء الله نأمل ان شاء الله نكون شريك للبرنامج وشريك للوزارة على الأرض الواقع في تنفيذ البرنامج موسيقى موسيقى الحياة النهاردة احنا جينا لفيوم كأول محافظة لنا في جوالات الميدانية للقاء الجمعيات والإدارات المحلية والمحافظين محافظة الفيوم عندها مميزات كتيرة جدا خلتنا ان احنا اخترناها الأول طبعا عندنا عدد كبير من مستهدفين برنامج فرصة في محافظة الفيوم بجانب ان محافظة الفيوم عندها عدد من الأنشطة الاقتصادية اللي هي ما بين أنشطة زراعية وسياحية وفي تنوع شوية في الاقتصاد فبالتالي في فرص كبيرة ان احنا تمكنا للأفراد المستهدفين برنامج فرصة يكون في عوامل بيئية وعوامل مجتمعية تساعدوا الحقيقة احنا جينا النهاردة واكتمعنا مع عدد كبير عدد ضخم الحقيقة من الجمعيات بهدف التعريف ببرنامج فرصة وشرح اهم النقاط اللي بيقوم بيها البرنامج والبرامج المختلفة اللي هو ان شاء الله يطلقها والأنشطة اللي هي فيه تقريبا جزء اكبر منها هتنفذ الجمعيات اللي كانت معنا النهاردة فكان فيه حوار كبير بيتطلب تفهم البرنامج وتفهم التفاصيل وكيفية التعاون مع البرنامج وايه هي المعايير احنا الحقيقة بنأمل الى خلق فرص عمل مساعدة الشباب في ان هما يكون عندهم عنشطة منتجة مدرة للدخل بجانب مساعدتنا لبعض الافراد في التدريب والحصول على وظيفة والتمكين الاقتصادي برنامج فرصة هدفه في النهاية هو اعطاء فرصة ثانية لكل المستفيدين من برامج الدعم النقدي ان هما يكونوا عندهم القدرات وعندهم المهارات هما بنختارهم طبعا في سن العمل فبالتالي انا اتوقع ان شاء الله يكون محافظة الفيوم والمحافظات الاولى اللي هي تتفاعل مع البرنامج ويتم تطبيق على الارض عدد من المبادرات ان شاء الله في الاشهر القادمة ان شاء الله تأهل المتخب الوطني الاول لرجال الاسكواش الى المباراة النهائية ببطولة العالم المقامة حاليا في واشنطن بالولايات المتحدة وذلك بعد تغلبه على منتخب ويلز بنتيجة اثنين واحد في مباراة مثيرة حيث عاد منتخب مصر الى التأخر او من التأخر بشوطن نظيف للفوز بشوطن مقابل شوطن يواجه ليفربول الانجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم فريق فلمنغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للاندية المزيد في سياق التقرير التالي مباراة من العيار الثقيل في نهائي كأس العالم للاندية تجمع بين المدرستين الاوروبية ويمثلها ليفربول الانجليزي والاتينية من خلال فريق فلمنغو البرازيلي الريتز استطاع التأهل للمباراة النهائية بعد ان تغلب بشق الانفس على فريق مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف بينما صعد فلمنغو للدور نفسه بعدما اقصى فريق الهلال السعودي وذلك بعد فوزه بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ولعب ليفربول في كأس العالم للاندية عام 2005 في اليابان ولكن لم يحالفه الحظ في اقتناص اللقب انذاك وخسر في المباراة النهائية امام فريق برازيلي اخر هو ساو بولو ليصبح الليفر وصيفا لتلك النسخة بينما ياخذ فلمنغو البرازيلي اللقاء بذكريات عام 1981 عندما حقق لقب كأس الانتر كونتين انتل على حساب ليفربول كتيبة يورجون كلوب ترغب بالفوز وحصد البطولة الثالثة خلال هذا العام بينما يسعى فلمنغو بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس الى ان يسطر تاريخا جديدا للنادي بالحصول على اللقب مشاهدين نهاية هذه الجولة الاخبارية ولم يتبقى لنا سوى تفكير باهم ما ورد بها من عنوين السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الاوروبي جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب اجتماع للكتل السياسية في العراق بشأن قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الحكومة الجيش الوطني الليبي يحبط هجوما ارهابيا للميليشيات المسلحة شرق ترهونة مزيد من الاخبار تابعوا موقعنا الاخباري extra news.tv الى اللقاء